وكنا منتكلم معاك يا دكتور نوها قبل ما نطلع الفاصل على طول عن الزوج أو الطليق اللي لما طليقته أخدت حكم تمكين بالشقة جاءت تتمكن من الشقة ويمكن شفناها على السوشيال ميدي شفنا الصور بتاعتها الشقة مدغدغة حرفية ما فيهاش سراميكا الحطن متكسرة البوية متشالة فيش أي حاجة عدد الغاز وكاربة كان مسروقين طيب يعني ده هو مديها إيه؟ أولا حاجة ما فيش خرابة سيبها على البلاط وحتى البلاط قسروا ليه بقى؟ ليه التصرفات دي؟ أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة المشكلة هي أن الزوجة وأنا كلمت وأنا شخصيا قطلوا يعني أنت لو بينك وبين طليقتك كانت قضيتك كانت قضيتي أنا طالع التريند أصلا الفاتر الفاتر عشان خاطر السيد وبعدين هي بدأت الأول ببلاغ إحنا روحنا الأول عشان ناخد قرار التمكيز مع محضر التنفيذ لقينا عدد الكهرباء والغاز والمية مسروقين فروحنا توجهنا لكل شركة وعملنا محضر منفصل وروحنا إسم الشرطة وعملنا محاضر تاني مرة عشان جيه ينفذ إيهنا السراميك كله متكسر متكسر حتى البنيو مكسروا ده كله ليه عشان ما تتمكنش طب أقدر ولادك إنت على خلاف بيها ولادك هيروحوا فين ولادك هيعيشوا فين حكم ضميرك يا أخي المرة واحدة بس وشوف ولادك دول هيعيشوا فين ده كله عشان خاطر غل جواك وحفظ جواك عشان مراتك ما تتمكنش طب ما دولي ولادك ما هي قاعدة بتربي ولادك اللي منك انت هي ده مش ولاد الشارع أو جابهم منكارفورما ده ولدك انت فين ده كله ده خليني أسأل دكتورة دينا إيه اللي بيحصل للراجل لما بيطلق بيطلق أعياله ليه ليه نفسياً بيبقى يعني طلق الست ما اتفقوش خلاص خرجنا بالمعروف أو بغير المعروف خرجنا الأطفال ذنبهم إيه ليه هما كمان بيتطلقوا هما بيبقوا في الحالة دي بالنسبة له هما في كافة الزوجة يعني لأن هما بيبقوا أكثر قرباً وبيبقى حسن هي وسيلة الضغط اللي ممكن الزوجة تضغط بيها عليه وده مش مظبوط لأيما خلينا نتفق حتى وإن كنا بندور على حقوق ضيعة للسيدات المطلقات ولكن إحنا مش الهدف يعني للحوار الوطني في جلساته وعن مشكلات ما بعد الطلاق الهدف منه هو نصرة المرأة ولا إحنا يعني هدفنا أن إحنا ننصر المرأة على الرجل ولكن إحنا مش عايزين ننصر حد على حد هو في النهاية هو الهدف هو الوصول لقانون متوازن يحفظ حق الصغار ويوصلنا المرحلة من الليت زين فيما بعد الطلاقة ده المهم جداً ومهم أن كل الرجال يبقوا على مسافة قريبة من المفهوم ده لأن الشائع خلينا نقول أن الشائع دايماً هو أن إحنا عايزين ننصر المرأة على الرجل ونزل من الراجل ونضيع الحقوق إنما ما بنبصش على حق الولاد دول لما بينفصل الزوج والزوجة نفسياً وده حقيقة أنا بشوفه عندي من خلال الجلسات اللي بعملها السيدات المطلقات قد إيه بيعانوا نفسياً ومتضررات بشكل كبير الولاد يعني الانفصال عواقبه غير طبيعية وخصوصاً لما الزوج يعني أحياناً بنقول السيدة بترفض أن الزوج يشوف الولاد لا الحقيقة فيه أزواج بيطرفوا دنيا تشوفوا لادها يعني بيتزوج من أخرى وأحياناً بيبقى فيه كده حد محدد هو محطوط مش عايز يشوفهم مش عايز يشوفهم مش عايز يصرف عليهم ففي الحل دي تبقى متكفل بهم لا وفي بعضهم كمان يا دكتورة دينا بي لو الولاد نصف مدرسة كويسة يبقى أسلوب من أسليب الضغطة على الأم وعلى الولاد أنهم يخرجوا من المدرسة دي لو عايشين في بيت كويس يروحوا لشقق أقل وبيت أقل نرجع بقى للجزئية بتاعة المسكن عشان كده أنا قلت الحقيقة أن وثقة الزواج مهم جدا 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 يكون هي البداية نقطة البداية لما يحط النهاردة وثقة زواج وأشرت فيها بعض الشروط الوجبة يبقى بعد عشر سنين لو حصل طلاء هو مجبر يعني إحنا بنقول لحد سن الحضانة هو بيوفر أجر مسكن مثلا أو بيكون في مكان عشان هي حاضنة لحد خمس تشوار سنة مثلا طب بعد خمس تشوار سنة وارد جدا أن الولاد يتخيروا ويبقوا معي طب السيدة دي هتروح فين ما عندهش مسكن خلاص وهم بقاش لها مسكن فمهم جدا أننا يبقى عندي مسكن من البداية تكون السيدة دي بعد مرور مدة معينة من الزواج أن يكون في وثيقة الزواج أن الزوج يوفر لها بالزبط علشان ما تترميش في الشارع أو ما تكونش مصارها مثلا دور مسنين في بعض الأزواج بتطلق ويمكن برضو دكتورة نوها هنا بتبقى معايا في الموضوع ده بيطلقوا بعد العمر الكبير الطويل بعد الخمسين وبعد الستين عشان كده بنقول بعد مرور مرة معينة بتبصي تلاقي السيدة ما عندهش مكان حتى كمان فاتتها فرصة إنها تقدر تشتغل تقدر تنزل عمرها راح صحتها راح أبسط حقوقها إنها تلاقي مأوى بالزبط مكان محترم تكمل في حد أبسط الحقوق ممكن فيه سيدات بتتزوج بعدها إحنا بنقول لو في حالة التزوجت لو نتكلم على بعد الخمسين وبعد الستين فيه 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 خلينا نفترض فيه بس الفرص مش زي شبابا خلينا برضو نحط قيود يعني خلينا نقول محددات لأن حديك بتحطي ما تيجي تحطي أليا للقانون ويرد يبقى عندك حد ما ينصش عليه القانون بالزبط بشواز القاعدة بالزبط فخلينا نقول له حتى هي شواز القاعدة في حالة إن هو وفر ليها مأمن وهي تزوجت من آخر من حقه إن هو يسترد المكان اللي هي ولو ثبت إن هي استغلت هذا المنزل لزوجية وخياء يوقع عليها جزاء أو يوقع عليها عقوبة بحيث إن أنا بقى حطيت محدد مهم إن أنا أخذ كل الحالات حتى لو هي شواز مهم إن أنا أتطرق إليها فأنا شايفا إن عقد الزواج أو وثيقة الزواج هي حاجة من الحاجات المهمة جدا 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 حاجة من الحاجات اللي تقيلت في الحوار الوطني والتوصيات وأنا يعني متفقة فيها جدا 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 هي وثيقة التأمين قبل الزواج يعني وثيقة التأمين دي أعتقد إن هي يعني هي هتبقى اسمع لمسامة في حال حصل انفصال يبقى فيه ما يضمن على الأقل للحد ما نستحصل الإجراءات ونبتدي نخلص إشكاليات التقاضي وما إلى ذلك هنلاقي على الأقل مصدر نتعايش بيه إحنا وولادنا في النهاية يهمنا إن إحنا يبقى وصلنا لمرحلة إن إحنا خرجنا بمخرجات تقدر تغير من الواقع تقدير كل ترجمة نانسي قنقر